بدعم الروسي تمكن نظام الأسد من السيطرة على معظم أجزاء سوريا وبرعايتها أيضاً يعاد تدويره دولياً فعلى وقع القصف الروسي هجر ألاف السوريين من قراهم وبلداتهم بعد دمارها وعلى وقع السياسة الروسية يرغم هؤلاء المهجرون ذاتهم على العودة إلى بقايا ديارهم لتحويل عودتهم إلى رسالة للعالم تفيد أن سوريا بلد آمن وبالتالي رسالة بشرعية من يحكمها مركز إعادة اللاجئين آخر ما أنشأته روسيا وبدأت جدياً بالتسويق له من خلال التنسيق مع الدول المضيفة لإرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى حكم نظام الأسد وذلك ما ظهر جلياً بعودة 850 لاجئاً سورياً من لبنان في الأوينة الأخيرة على الرغم من أن هذه العودة جاءت بظروف إنسانية صعبة منافية لمعايير إعادة اللاجئين هذه العودة تزامنت مع استضافة بيروت وفداً روسياً انطلق بجولة في المنطقة لبحث سبل إعادة نحو مليون وسبعمائة ألف لاجئ سوري لدى لبنان والأردن تسويق ملف اللاجئين السوريين في إطار حملة دعائية للأسد من قبل موسكو ظهرت بوادرها بأجندات قمة هلسينكي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث اقترح الأخيرة التنسيق بين موسكو وواشنطن على تنظيم عودة اللاجئين السوريين في خضم حديث روسي سابق الزمن عن إعادة الإعمار وتهيئة البنية التحتية وكتابة دستور على مقاس النظام سعي الروس لإدارة ملف اللاجئين السوريين وصل إلى دول أوروبا حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية نيقولاي بورتسيف إن سفارات بلادها لدى الدول الأوروبية تتعاون بشكل وثيق مع هذه الدول من أجل إعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها وذلك على ما يبدو عملية ابتزاز روسية أخرى لأوروبا التي دعمت اللاجئين السوريين وتقع اليوم بأزمة جراء وجودهم وهو ما يوافق التوجه الروسي الجديد لحرق مراحل ما تسميه تسوية الملف السوري على نحو يضع نظام الأسد في الدائرة العالمية كجزء من الحل وليس كسبب في تعقيده ترجمة نانسي قنقر